الحالات اللوجومية دي طرق تنفيذ أوكلند للقرات السابتة هو بينفذ القرات كشبه مين ووقف هنا ووقف هنا دي تفكرك بمين ولسه متسجلة في النادي الأهل قريب سيراميكا نفس الستايل فيه اثنين لعيبة يقفلوا على حارس المارمى واللعيب العمل اللعيب اللي بروح يحجز قدام المدافع دايما اللعيب اللي بروح يحجز قدام المدافع كان لعيب اسمه بير لانجي بالمناسبة العيب ده اعتزل من 26 يوم وبقى فيه العيب تاني اسمه بوكسل هو اللي بيلعب مكانه سنتر باك سنتر باك هو اللي بيطلع يحجز علشان يطلع على القريبة وفيه اثنين واقفينه قدام حارس المارمى فنفس الطريقة اللي تسجلت في النادي الأهل البراط سيراميكا دي الطريقة اللي بيلعبه بيها القرات السابتة على العرضة القريبة روح لي بقى للطريقة الهجومية بباعتهم يلا للطريقة الهجومية خلص دي هدف وبالمناسبة لعيب سجله في مارمى اللي بيلعب خمسة اللي بيطلع قدام المدافع القريبة ده اسمه بيرلانجي اعتزل ومكانه اللعب اسمه بوكسل بنفذ الكروسس بنفس الطريقة بص بقى كريم تلاقي الهجومية علشان انت الاصعب انك طلع الفرقة دي هم بيهاجم ازاي مش الاصعب انك طلع لهم بيشكلهم الدفاعية الفرقة دي بيعتمدوا على اللعيب الفولت سنايل اللعيب الفولت سنايل وهوقفك عند المهاجم لان فيه حاجة طريفة جدا جدا واحنا عادين بندور بندور طبعا الفرقة دي احنا بقالنا اربعة ايام بندور لهم على حاجة فقعدت ادور كده لقيت حاجة غريبة جدا المهاجم التاريخي واللعيب التاريخي واللي موجود في الفرقة دي لعب الاهلي ثلاث مرات للأسف هي ذكرى سيئة للنادي الاهلي لانه كان بيلعب فيهم بقى لما قولك ذكرى سيئة بيلعب فيهم بهدى عن نيوزلندا خلص في المكسيك؟ لا ما تشوف دماجك راحت هناك برط اه راحت باتشيكو لا بلعب في سانداونز وتدرب تحت قيادة مدرب النادي الاهلي السابق بيتسو موسيمان نجيب بقى الكورتين بتوعه الهدف اخر هدف سجله مع اوكليند والهدف اللي سجله الرجل ده هو الهدف التاريخي بتاعه مساهم في مية وتسعين جول وده المهاجم الاساسي بتاعه مية وتسعين جول في مية تلاتة وتسعين مبرو ارجنتيني امليانو تود ده الجول اللي جابه مع سانداونز كامل وكان بيقود الفريق في موسم تسع تاشر عشرين بيتسو موسيماني المدرب السابق للنادي الاهلي دا امليانو تود راجل ارجنتيني اربعة و تلاتين سنة ده موسم تسع تاشر عشرين واخر هدف سجله روح الهدف التاني بتاعه على طوله عشان يكسب وقت الهدف التاني اللي سجله كان مع ويلنجتون في تلاتة وعشرين ديسمبر الماضي روح بقى خلاص يعني روح للحالة اللي بعدها اخر هدف سجله برضو امليانو تود ده المهاجم التاريخي بتاع الفريق كريم لعب عشر سنين مع الفريق ده رو مكره هو مش كابتن فريق يعني لعب عشر سنين مع الفريق ده وده الجول التاني اللي هيجيبه برضو مع اوكلند مهاجم عنده خبرات كبيرة لكن برضو بنتكلم على كواليتي اوكلند يعني بنتكلم على كواليتي اوكلند نرجع تاني بقى الحالة اللي هو راح سنداونز تجربته كاتش ناجحة وكاتش افضل شيء يعني لعب عشر مباراة بس لكن هو تدرب وشتغل كتير مع بيتسو موسماني وداله عشر مباراة رغم ان هو كان رايح في نص السيزن اداله عشر مباراة من ثلاثين مباراة لكن اللي هي بسجل هدفين مع سنداونز الطريقة الهجومية الطريقة الهجومية قبل ما بتروح الاهلي يعني الطريقة الهجومية بتاعة اوكلند بيعتمدوا بمنطقة البساطة على كل اللعيبة اللي بتشتغل من تحت بنتكلم على رايان ديفريز ده المهاجم الاساسي رقم حداشر لعيب نيوزلندي لعيب نيوزلندي جنوب افريقي رايان ديفريز اللعيب التاني هو امليانا طاضي اللي احنا اتكلمنا عليه ده بيشتغل معاه فولس ناين والاعتماد على التلاتة اللي بيجي من وسط الملعب سواء لعيب مانيان رقم عشرة لعيب بشعر كده شبه حنباع المجبرية تشوف في المطش نفس الشعر نفس التحركات نفس الجسم اللعيب اللي بيجي من وسط الملعب عندهم لعيب كوري نيوزلندي اسمه جولي لعيب برضو متحرك وبيسجل كتير مع فرقة اوكلند بيعتمدوا على التحركات بتاعة الثوليسهم بالعب اربعة تلاتة تلاتة عندهم كابتن الفريق في وسط الملعب هو اللي بيعمل كل الاساساسي السواء اللي بيشتغل من وسط الملعب هو اللي بيبنلهم الهجمة من العمق بيعتمدوا التلاتة اللي موجودين سواء الوينجين هما بيعتمدوا بشكل اكتر بينزل راس الحربة دايماً شغل وحنا بنتكلم شغل الحالات النجمية بتاعت وحنا بنتكلم الراس الحربة سواء رايان دي فريز سواء رايان دي فريز اللي هو رقم 11 او ايمليانو طاد رقم 20 هما اللي بينزلوا ويشتغلوا تحت مع مانيك اللعيب رقم 10 اللي انا بقول ابو شعر مميز ده ده لعيب مهاري جداً وهو بيشتغل في الصناعة واخيراً اللعيب الكوري جولي لعيب مميز جداً جداً وهو اللي موجود معاهم من السنة اللي فاتت جولي بشتغل معاهم بشكل كويس قوي على صعيد الجناح الايمن او وسط الملعب في النهاية هو فريق ما يخوفش لكن دايماً هتلاقي ان اللعيب الفولس ناين ده المهاجم بينزل تحت علشان يفضي ليه الاجنحة فحزاري من الخطورة البسيطة اللي يبتري يعملوها وطريقة الضغط العليق ده الفيرود يبتلا يضغط هيدغط مكمل وراء معناك اللعيب رقم عشرة هو اللعيب اللي بيضغط دايماً عشان يبتري يعمل الاساس دي مباراة ويلنجتن هم سجلوا الهدف راين دي فريز دا العيب رقم 11 المباراة دي ما كانش بلعبها يا مريانا طود فاللي الاهلي يقلق منه التحركات اللعيب عندهم خفاف الحركة بنتكلمش على هاي كواليتي لكن بنتكلم على الخفة في الحركة التلاتة اللي تحت الفيرود الجناحين وبيعملوا البنتريشن دايماً الفيرود بيعمل ايه؟ بينزل تحت عشان يسحب معه السنتر باك ويفضي سبيس في المنطقة الدفاعية للناديل اعزي مباراة